أشاد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي بالتعاون مع الحكومة لتمرير عدد من مشاريع القوانين خلال الجلسات العامة لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جدة وخطا حتيثة لبناء الجمهورية الجديدة أعرب رئيس مجلس النواب خلال كلمتي بمناسبة فضي الدور لانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني عن اعتزاز بما تم إنجازه من مشروعات للقوانين من هذا الدور وأيضا لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني قطعنا فيها معا خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساعٍ جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعا لبناء الجمهورية الجديدة بشكلٍ يوفر حياةً كريمةً آمنة للمواطن المصري إنما أنجزناه من مشروعات القوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعا لما له من مردودٍ مباشر على الفرد والمجتمع ولكن هذا جزءٌ من كل فعلينا التزاماتٌ كثيرة نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الإنعقاد القادمة بإذن الله بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن